موسيقى مرحبا وأهلا وسهلا فيكم يا أصحابي بحلقة جديدة من أهلا بالأصحاب حلقتنا لليوم فيها كتير قصص وأكيد معلومات بداية أنا بحب إلكون أنه الفقرات طبع الحلقتنا هي قصة اليوم هي عنوينا أخي عماد يبحث عن عمل بفقرة بسينة أو كلب اليوم لح بنحكي عن حيوان غزال الخنزير بفقرة مغامرات غادي فقرتنا لليوم هي غادي وقلم الحبر بأسئلة صديقنا بوبو اليوم صديقنا بوبو لحي يسألني سؤال لماذا الصابون بيعمل بالونات وبالفقرة الأخيرة من برنامجنا قصة جدتي نجمة قصة اليوم هي جدتي نجمة أحلى وردة ولكن بداية منبلش مثل كل حلقة بقصة اليوم موسيقى قصة اليوم يا أحبائي عنوانا أخي عماد يبحث عن عمل خي عماد صار بعمر أنه بيقدير يبلج بالشغل فهو أخد للشهادة الجامعية تبعوله وبلش يبحث عن الشغل هو كتير بحب المغامرات وأنا كمان مثله بحب كتير المغامرات فخي عماد كان عم يبحث عن شغل فيه كمان مغامرات ففكر وقال بقدير كون سائق للسيارات بس لما بدي قود السيارة لازم قودها بإحكام وانتباه أو بقدير كون رجل إطفاء كتير فيها مغامرات بس كمان بزيت الوقت لازم المواحد يكون منتبه هو وعم بطف الحرائق أو بقدير كون كاتب أو لكون إذا الواحد كان كاتب معقول يعيش مغامرات قال بينه وبين حاله خيه لا عماد فأكيد قال بيقدير الكاتب يكون مغامر كتير كبير هو وعم يكتب لأنه لحب يعيش كل المغامرات بالكتب تبعوله وكمان سأل حاله هل لو كنت بائع بمحل هل معقول يكون فيه مغامرات؟ وأكيد جواب حاله أنه حتى لو كان بائع بألمحل بيقدر يعيش مغامرات من خلال السفر على عدة بلدين لشراء الحاجيات للمحل طبعوله بفقرتنا التالية بسينة أو كلب اليوم يا أصحابي اللي حنحكي عن حيوان غزال الخنزير يعيش غزال الخنزير بجزر أندونيسيا ويعتبر هيدا الحيوان من الحيوانات النهارية يعني بينشط طول النهار بينما بالليل بنام حيوان غزال الخنزير بحب يأكل طول الوقت الفواكه والفطريات والمكسرات بيعيش ذكر حيوان غزال الخنزير انفراديا يعني بعيش لوحده بينما الإينيث بتشكل مجموعات صغيرة وبتعيش بين بعضها وآخر شي بحب أخبركن عن هيدا الحيوان وبقلكن انه غزال الخنزير بعيش بالغابات الممطرة الاستوائية على ضفاف الأنهار والبحيرات بفقرتنا التالتة مغامرات غادي قصة اليوم بتحمل عنوان غادي وقلم الحبر غادي بيدرس كل يوم كل يوم بالبيت وبحب يدرس ويخلص كل الفروض يلي لازم يعمله فهو بيهتم كتير منيح بدرسه وكل مرة غادي بحط الألم بالجيبة تبعه البانطالونه تما يضيعه وكل مرة بتقله أمه انتبه يا غادي ما لازم نحط أبدا الألم بجيبة البانطالونيا بس كمان بعض الأحيان بيتغلبت وبينسى غادي وبحط الألم بجيبة شميسته أو القميص تبعوله فبقل له بيه يا غادي ما منحط الألم بالقميص تبعونا لأنه يمكن يفور الألم ويجويننا القميص وبقل له دايما غادي حاضر يا ماما وحاضر يا بابا بس غادي بعض الأحيان بينسى وبالتالي في مرة نسى الألم بالجيبة تبعول القميص تبعوله وفار الألم اللي بقلبه فيه حبر وللأسف جويله الأميص ومن وقته صار غادي منتبه كتير منيح أنه ما بحط الألم بتيبه بجيبة بانطالونه أو بجيبة الأميص تبعوله تما يفور ويجويله تيبه أسئلة صديقنا بوبو بهذه الفقرة صديقنا بوبو عم يسألني لماذا الصبون يصنع بلونات كلنا بنعرف نحن وعم نلعب بالصبون بصير فيه عنا بلونات طب ليش الصبون بيعمل بلونات بحب أقول لك يا بوبو وبشكل كتير بسيط أنه الصبون بيعمل غشاء هالغشاء بيحبس الهواء لما بيكون أو بفوت الهواء هاي الغشاء بيمغط أو بيقبر وبالتالي بيصير الصبون مثل البرايمة كبير من هيك الصبون بيعمل من خلال الغشاء تبعوله بيحبس الهواء وبيعمل هالشكل المبروم وبحب أقول لك كمان شغلي يا بوبو إذا حابب أنت تعمل بالون كتير كبير من الصبون لازم تكون عم تنفخ بالصبون بشكل كتير عمهلك وبالتالي لحب تكون عندك بالون من الصبون كتير كبير بالفقرة الأخيرة من برنامجنا قصص جدتي نجمة قصت اليوم بتحمل عنوين جدتي نجمة أحلى وردة اليوم وصلت عند جدتي نجمة كانت جدتي بالحديقة طبعولتها هي بتزرعها من كتير 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 من الورود وبلش تتخبرني الجدة نجمة عن الأزهار والورود يلي بتنمى بحديقتها فقالت لي تطلع هولي اليسمين لونة أبيض ورد اليسمين أبيض كتير حلو ورحتها كتير كتير طيبة مشيت أنا والجدة نجمة وقالت لي تطلع هولي الورود الحمر الورود الحمر كمان رحتون كتير حلوة وشوف حتى اللون الأحمر كتير حلو بعدين دلتني على القرونفل وقالت لي القرونفل عنده لون كتير حلو وأكيد هاللون بخلينا نتطلع أكتر وأكتر ونرائب ونشوف هالوردة كيف عم تنمى وبتكبر فقالت لي لكان صار عندك بجنين ديك اليسمين الورود الحمراء والقرونفل فقالت لي الجدة نجمة بعد في عندي غير ورود في عندي التوليب التوليب كمان من الورود اللي كتير حلوة والتوليب عندها من عدة ألوان منها الأحمر والأصفر وشكله كتير حلو وقالت لي هونيك كمان فيه الأقحوان يلي هو لونة مثل لون الربيع كتير حلوة هالوردة وأكيده بتزين لجنينة طبعولتي وقالت لي آخر شيء الجدة نجمة في عندي كمان زهرة النرجس فصر تكرر كل أنواع الورود يلي موجودين بالحديقة طبعول جدتي اليسمين الورود الحمراء القرنفل التوليب الأقحوان والنرجس بنية حلقتنا أنا بتشكركم وإن شاء الله تكونوا تسليتوا وإستمتعتوا بهذه الحلقة بنلتقى بحلقات جديدة إذا الله راض الله يكون معكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر